بسم الله الرحمن الرحيم. معاكو دكتورة رانا فاهمي. بشرح لكو كورشة الفارمسوتيكس. اه. اتا دي المرة اللي فاتت نتكلم عن الامولشن. اه. النهاردة هناخد. عندنا ثلاثة لعملية الامولشفكيشن. هما. وآخر هي. طيب. نتكلم دلوقتي على اول. اه. في حاجة في الفارمسوتيكس او في فيزيك الفارمسي اسمها انترفيشيل تنشن. ايه الانترفيشيل تنشن دي? انا دلوقتي لو معايا مش ممتزجين مع بعض. مش دايبين مع بعض. فصلين. زي الاويل والووتر كده. ايه السبب? ايه السبب انه الاتنين دول مش مش مندمجين مع بعض. انه كل الليكود مش قادر يتكسر ويندمج مع الليكود التاني. طيب. القوة او الفورس اللي بتتسبب في كده ان كل الليكود بيعافر مع مع اللي قدامه. مش عايز يتكسر ولا يندمج مع الليكود اللي قدامه. هي دي الفورس دي اسمها انترفيشيل تنشن. يبقى الانترفيشيل تنشن. طيب اكوردن بقى للثيري دي عملية الامنسفكيشن بتحصل ازاي ان انا بقلل الانترفيشيل تنشن بين الليكود ستولي. بستخدم ايه علشان اقل ليل السيرفيش تنشن بستخدم surfactants أو بسميها surface active agents أو wetting agents substances that can promote the lowering of this resistance to break up can encourage a liquid to be reduced to smaller drops or particles ويندامكم مع بعض these tension lowering substances هسميها إيه؟ هسميها surface active agents أو surfactants أو اللي هي ال wetting agents طيب يبقى أنا according surface tension theory أو أول theory of emulsification إن أنا باستخدام emulsifier دي أو surface active agent أو surfactant أو wetting agent هيحصل إيه؟ هيحصل stabilization للproduct نفسه أو للفورملا نفسها إلا هيحصل يعني interfacial tension دي هتقل أو repulsion force بين الـ two phases والتو القوض ذات إل للـ two immisible liquids فهتقلل الـ repellent force ما بينهم ويحصل إنه يبقى فيه attraction أو إنجزاب ما بين المolecules بتاعت two different phases يبقى according to the surface tension theory of emulsification the use of these substances as emulsifiers and stabilizers results in the lowering of the interfacial tension of the two immisible liquids reducing the repellent forces between the liquids and diminishing each liquids attraction for its own molecules يبقى كده surface active agent ده عمل لي إيه في الآخر؟ كسر لي الـ two phases لـ particles أصغر والـ particles الصغيرة دي هتبقى صعب بقوي إنها تتجمع تاني وتقلب لـ particles كبيرة وتقسم لـ two phases أو تفصل يبقى thus the surface active agents facilitate the breaking up of large globules into smaller ones which then have lesser than usual tendency to reunite or coales طيب في معلومة كده بتقول إنه كل الليكودز أو كل الحاجات السيلة دايما بتعود في shape سيب كيف يلعوني؟ دايما لما عمل بورينج لأي الليكود دايما بياخد شكل والشكل ده بيبقى بحيث إنه يبقى اخد surface area أو مساحة أقل لمساحة موجودة يعني مثلا لو فيه drop of liquid نقطة مية أو أي الليكود دايما هاخد الـ shape اللي هو الـ spherical عشان الشيب ده هو بياخد أقل مساحة موجودة طيب يبقى بيقول all liquids have tendency to assume a shape having the least amount of surface area exposed or a drop of liquid الشيب ده بيكون spherical في الـ spherical form دي بيبقى فيه جواها internal forces كده وقوة داخلية بتخلي السفير دي ملمومة على بعضها متسبش وتتفتت لـ sphericals أو drops صغيرة يبقى in spherical drop of liquid there are internal forces that tend to promote the association of the molecules of the substance to resist the distortion of a drop into the spherical form يبقى فيه attraction force جواه لسفير دي طيب بيقول بقى لو في 2 or more drops of the same liquid come into contact with one another بقوا مع بعض في drop من الاويل مع drop من الاويل مع drop من الاويل هيحصل ايه بقى؟ هيحصل qualis يعني ايه؟ يعني هيتجمعوا مع بعض ويعملوا لي سفير كبيرة أو spherical ship كبيرة يعني انا لو عندي خمسة drops من الاويل كل واحدة ليها السرفيس اريا بتاعها لو تجمعوا هم مع بعض وعملوا سفير واحدة السفير الواحدة دي السرفيس اريا بتاعها اقلب كتير من كل سرفيس اريا لوحدة this tendency of liquids may be measured quantitatively بالارقام and when the surrounding of the liquid is air it is referred to as the liquid's surface tension تمام كده؟ يبقى دي اول ثيوري من ثيوريس بتاعت الاملسفكيجن الثاني ثيوري هي الوريانتد وجه ثيوري الوريانتد وجه ثيوري دي بتعتمد على ايه؟ الاملسفانج ايجنت نفسه هيبقى هيدروفينج اكتر ولا هيدروفوبيك اكتر? بيمسك اكتر في الفيز اللي هي اكوس ولا في الفيز اللي هي قوي ليه؟ على حسب لو الاملسفاينج ايجنت بيدوب في الاكوس فيز اكتر هتلاقيه بيتغلغ الجوه الايه؟ الاكوس فيز اكتر لو العكس اتلاقيه بيتغلغ الجوة الفيز التانية وهي الاويلي فيز بقى على حسب هو ايه نيتشر بتاعه بيدوف في مية ولا بيدوف في اويل هيتغلغ الفيز اللي بيدوف فيها اكتر من الفيز التانية طبيعي انه بيبقى في جزئين في هاد وطيل في هيدروفوليك بورشن وهيدروفوبيك بورشن طيب هيعمل لنفسه اورينتيشن ويرتب نفسه ازاي؟ هيعتمد على الشيخ والصيز بتاع الموليكيول والصلبليتي كاراكترستك بتاعه الثوه فيزي دولي بـ a demulsifying agents have a hydrophilic portion and hydrophobic portion the molecules will orient themselves into each phase depending upon shape and size of the molecules and their solubility characteristics and thus their orientation هو ده اسم الارانجون بتاع الامالسفاينج ايجن طيب هنشوف بقى طب النيتشر بتاعت الامالسفاينج ايجن دي هو في هيدروفيليك وهيدروفوبيك كاركتر طيب مين اكتر من مين لو الامالسفايينج ايجن ده الهايدروفيليك كاركتر بتاعته اكتر من الهايدروفوبيك يعني الاكواس اه كاركتر بتاعته اكتر من الاويلي كاركتر ده هيعملي ايه هيعملي اويل ان ووتر امالجان يعني الاكسترنال فيس بوتر لو العكس لو عنده hein trade Algunsicaphobics character ده الهايدروفوبيك كاركتر يبقى الاكسترنال فيس ايبقى اويلي بقى هيعملي ثالث ها بتكلم في انه بيعتبر عبارة عن فيلم كده ما بين طيب ايه فائدة الفيلم ده انه هو بيمنع انه هو يعني يكالكع مع بعض وكل ما كان الفيلم ده او الانترفيش فيلم ده اقوى طيب الفيلم ده هيشتغل او الووتر ولا او الووتر حالحسب برضو الصليبليتي بتاعة الفيلم ده نفسه دي بتوضح لنا ازاي بيعملي امالسيفيكيشن هم اول ثيري اللي هي اقوردنج لثيري دي بتقلل ما بين مصد فبتقلل وتخلي فيه بين الموليكولز بتاعته طيب في الوريينتد واتش ثيري في الثيري دي بيحصل انه بيبقى فيه كده من بتحوط بتاعة بيعمل بيعمل لنفسهم اكوردنج بيحصل لها على السورفس اللي هي الفيلم بيمنع طيب الووتر بيشجعون هم يعملوا العكس بقى بتعمل لي الووتر طيب مهمة قوي عرف انا بطبق ان هي ثيري يعني طيب بيقول يعني ممكن نستخدم في تحضير الامولشن كذا طريقة او كذا ثيري يعني مثلا عشان فاول ما بحضر الامولشن بحتاج ان انا اقل او ده مهمة قوي فبستخدم وق 빠리 vitamin بحضر بإيض autocon dr for example lowering of the interfacial tension is important in the initial اشتركوا في القناة